اهلا بحضراتكم من جديد وسيذكر التاريخ ان القيمة 117 اقيمت في الواحد كما سيذكر التاريخ ايضا ان كل الظروف الصعبة اللي احطت بهذه المباراة اخرجتها بهذا المستوى لو تتابعوا ردود الافعال والتعليقات الخارجية على مباراة توضع ضمن الدربيات الكبيرة حول العالم اقيمت على هذه الارض وفي هذه الظروف هتدركوا قد ايه صدرنا صورة سلبية عن الكرة المصرية القائمين على الكرة المصرية كان لازم ان تكون عندهم شيء من الغيرة على الصورة اللي طلع من هنا مش القضية ان انا اخلص المباراة وخلاص لو الفكرة ان انا اخلص المباراة وخلاص ده كلام لا يليق ابدا بسمعة وقيمة الكرة المصرية خلينا نقول في البداية استاد برج العرب تحمل كتير جدا شال الدور المصري وشال الاندية المصرية في اصعب الظروف لكنه زي اي حاجة كسرت الاستخدام اجهدتها جامد ارضية الملعب اجهدت بجد ما خدش اي فرص للصيانة ولا الراحة فكانت النتيجة انه وانت حريص وانت مصمم ان انت تلعب عليه يتحول لحق لبطاطس او غيط رز زي ما الناس سمتوا بهذا الشكل المباراة دي انا مدهش ان فيه ناس بتحللها من الناحية الفنية عادي جدا وانا بشاد لم يذكروا الصعبات حد بيذكروا الاداء انت عارف ان المباراة دي فيها ضحايا اول ضحية لهذه المباراة الفرقتين تاني ضحية الجماهير اللي كانت تنتظر المتعة وهجدت العذاب تالت ضحية واهمهم وانا بقول لك هذا الملعب ضحية هذه المباراة لان هو بيعاني انت عارف انت زي ما تكون جايب انت واحد بص 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 كان ممكن يحصل ايه هو هو رفع رجله بيحمي نفسه خلي بالك خايف خايف تخيل يعني دي ممكن تقتل واحد تقتل واحد مش تصيبه يعني لو انحرفت القدم دي شوية الله ربنا سطر على الولد طيب ديف كل حتة طرد لكن هتبقى ظالم لو طردت اتزحلة هو اتزحلة بص رفع رجله ايه واخد بالك ام تعال بص هنا ها وقع بعدين بيلطم عن نجيلة ام بص 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 ايه ده ايه ده ايه ده ما كل كور انت بتزحلة ومش بتتفرمل اه مش هتتفرمل هتتفرمل ازاي ام وبعدين نتكلم على اللعيبة وكان لازم يبصيها وكان لازم يحملها تسمع بقى القراء الفنية ايه والتاكتك ها هو كان لازم يبصيها هو فكر بصيها معرفش يبصيها اه على فكرة اه من ضمن ضحايا هذه المباراة اي اصحاب المهارات اي اللي هم متعودين لعبوا الكرة على الارض بالضبط انما الناس اللي هي بكورتها عالية فوق الارض اه عشان كده يقولك رجل المباراة في الاهل في الاهل ايمن اشرف رجل المباراة في الزمالك عبدالله جمعة اه مدافعين مش مطلوب منهم بص يا جماعة الارض بقى اتعاملت ازاي في الملعب طيب داي يتصلح ايمن تاك خلي بقى لك ان النجيلة كائن حي ايه انتا مش بتصلح اه جماد تدهنه بسرعة انت كمان مهند الزراعي وقلت التعبير ده المرة اللي فاتت النجيلة كائن حي كائن حي اه يعني له عمر وعشان النجيلة تطلع بصحتها ايوه بتتغزة بشكل معين وتشرب بشكل معين وتاخد شمسها وتاخد راحتها علشان تنمو تنمو اه عايز تلعب هتراقع بقى وتجيب نجيل تاريخ هيبقى رقع اه هيطلع مع الجري ايه انت وانت بتلعب على هذا الملعب بتقتل هذا الملعب يا سياد تربص اه طبعا ايه ده ايه ده بص الوحل من اطرف التعليقات اللي قارتها على السباحة اللي في الملعب قالك لصرتك اللازم ان يخرج رمضان صبح وينزل راني علواني لانه بقى الملعب محتاج ناس تقوم بجانب انا دي اختر لقطة في المباراة اه انا بهديع بقى للناس اللي قالوا الظروف دي اتكررت بكرة ويصمموا على ان الماتش يتلعب في نفس الملعب وبنفس الظروف اه غير معقول اه طيب سباحة هل معقولة الاهل والزمالك وما راحين على افريقيا نخلص عليهم عضليا وبدنيا وزهنيا وفي مباراة زي دي يا اخي قلنا اجلناها والاتنين مش هيعتاردوا يعني انت لو اجلت الماتش ده مثل لو اجلته 48 ساعة ورحلت مباراة الاهل والاتحاد والزمالك واسموحة اللي بعد كده هتلعب ماتش القمة يوم الثلاثة او الاربع وكنت اخلصت من هم المطر اللي حصل لكنه انت انت رايح للماتش للفرقتين اللي بيعترضوا على بعض ايه فتعجيل المباراة الاتنين مستفدين بالزبط هيرتاحوا وعايزين يرتاحوا وخايفين من الاصابات اهي تتضبط ازاي يعني ما اجا اقول له ما عطتش وش رجلك في المية كويس اصلا كنت لفت شط المية اهو يعني لا لا اي كلام في الكورة والتكتك عبس عبس ورغم كده رغم كده اه انا بقولك والضحايا اللعيبة اه رغم كده هم العنص الوحيد اللي عمل اللي عليه اه عمل اللي عليهم يعني انت يعني مش مطلوب منهم غير ان فيه قرارات يعني ما تيجي مثل في الكورة لو كان رفع عينه وشاف مش عارف ايوة الكلام ده هو معمال بيلعب بتناج وبيلعب اه سكية اه وسيرف وبتاع زي اي كان ناقص بس الالواحي اللي بينزلوا بيها دي يعني اقصة شوية امواج اي وكانت تبقى ايه اه يعني العب ما ايه اي فمش عارف ايه اللي استفدناه طب بالله عليك ايه اللي استفدناه يعني هالوزير الرئي صمم ان المره تتلعب يعني يعني ايه يعني دي مبراه طلع قرارة من وزارة الرئيس يا سيد ابراهيم مفيش عنصر مفاجأة في الموضوع ايه النوات دي بيتكتب في الاجندات شوف هي دي بقى هي دي النوات جيب اي اجندة ايه من اللي بتعملها البنوك وتوزحها جدول النوات ايه يوم كزا في كزا ايه طيب بلاش كده ايه حتيجي ندوة مبكرة يوم ايه الاسكندرانية يقولك النوات دي مزبوطة على الساعة لا هنقول ايه ان دي نوة اه محشورة اه بس الارصاد لانبهت عليها ايه طيب انا بقى عندي مباراة سيحضرها تلاتين متفرج هم مش تلاتين متفرج دول تلاتين مسؤول لان هم حيبقى اعضاء مجلس القدارة والاجهزة التنفيذية مش هتتجيب من بره وما انتش ناوي تدخل حد لعمدي تتلعب في مدرسة اي مدرسة عنده عندها ملعب ناشف في اي مكان لا ممكن اقولك سؤال تاني ايه ايه يعني ما تتلعبش ليه في كلها حربية ما انت مش مدخل جمهور ما تتلعبش ليه في القاهرة ما تروحش لس ويس حتى وانت بتقول ان في ملاعب بتجهزها لكاس الوبم طب السؤال الكبير والغريب الصعيد فين اصوات ايه خد الفرقتين في اصوات قل لي بقى ايه المانع ان انت تروح تلعب في اصوات ما هولي حيوديني برج العرب لو ركبت الطيارة حروح اصوات خلاص ما هيش فرقة اه ما هيش فرقة وقبل كده اصوان شافت مباراته وشعب مستني الكورة ما هم بيروحوا اصوان ويروحوا الصعيد لما يكونوا محتاجين اصوات الصعيد في الانتخابات وبعدها خلاص يسقط الجنوب خالص يعني شوف انت واقف من اي اهتمامات لاتحاد الكورة بتفكر ازا وتركز ازاي اه انا مستغرب على الجمهور اللي راح قعد ازاي في الجو ده ده لازم وبعدين هم معروفين واحد واحد اه ده كان الموزيع مفروض يقولهم في التشكيل اه يعني نشكر فلال يحضر المباراة محمد الحصري ومن ومن مع الاهلي ومن مع الزبالك اه وبعدين انت بتقدم صورتك كا حنيجي حنيجي على التفاصيل للصورة السلبية لانه الحقيقة من من سوق البخت بقى من سوق البخت انه قبل هزي المباراة بيوم تكون قمة الكرة السعودية الهلال والنصر فلاقي المدرجات مليانة العوائل السعودية اللي سمح بحضرهم للمبارايات مليين الملاعب الاقي النقل التلفزيوني العالي جدا الاقي الملاعب المبهرة قوي ولاقي مستوى القرة العالي جدا احنا كان عندنا فرصة ان الاهل والزمالك بالذات في المرحلة دي زي ما لمهانت سعادل قال في درجة عالية من الندية في وفرة مميزة من اللعيبة المهرية اللي موجودين في الفرئتين اللعيبة كرة في دوافع متكافئة بين الفرئتين في إدارة فنية أورولاتينية زي ما تقال للفرئتين كل الظروف مهيئة ان احنا نقدم صورة حلوة عن الكرة المصرية ان احنا نحط الكلاسيكو المصري في القيمة والمكانة اللي يليق بيه كان عندنا بدايل كتيرة جدا كان عندنا حلول كتيرة جدا غير ان انا افضل مصمم على ان انا هلعب المباراة وهلعبها في برج العرب انا بلعب بدون جمهور مدام بلعب بدون جمهور عندي بدايل كتيرة جدا بقى اروح السلادي جمهور بمعناه يعني كان بيقول لها خمسمائة خمسوان لا ده بدون ده بقول انت خمساش اروح مستاش اروح السويس اروح الكليل الحربية اروح اسوان او اروح اسوان اروح والله فكرة كان تهيلة والمباراة اساسا انت بتلعب بالليل ما عندكش اي سبب يخليك ما تروحش اسوان ليه ما تروحش اسوان مش محتاجين اصوات الصعيدة دلوقت ما فيش انتخابات في اتحاد الكورة فخلاص الجنوب قال لا اروح على الملعب الذي يعاني واللي مقفول للاصلاح ما ادلوش فرصة وهوى في النقاها وقول له انزل اشترك في المارسون وبعدين الاقي الاتحاد الافريقي طب وانا لما يكون عند الاتحاد الافريقي عنده تحفظ على ارضية ملعب برج العرب وطلب الاهل والزمالك ما يلعبوش مباراةهم فيه لانه شاف ان الملعب اجهد استاد كبير كنا بنفخر به ام عابل الاهل والزمالك مع بعض فيه الاتحاد الافريقي بيقولك لسلامة اللعيبة ما تلعبش على ارضية زي كده تصمم ان انت تلعب فيه يعني الاتحاد الافريقي خايف على لعيب المصريين اكتر من الاتحاد المصري ده منطق برضو ليه ليه انا يعني يعني هو مفيش اجابة مقنعة واحدة المباراة محددة من اكتر من شهر ونص ولا شهرين معروفة تلاتين مارس جدول للنوات زي ما المهندس عادل اشار مكتوبة في كل اجندة الاخوة الاسكندرانية حفظين موعيدها المهندس عامر حسين رجل اسكندراني وهو صاحب القرار يعني كل ده معروف سلفا طيب استجدت خليني المطر عامل مفاجئ خرج بره جدول للنوات ليكن ماشي ما عنديش اي فرص لحلول افضل قافل دماغي كالتحاد كورة ومصمم هي هنا يعني هنا هي يعني جثة ولازم انت تدفن علشان في الاخر نصدر هزي الصورة السلبية عن الكورة المصرية ويتقال كاس الأمم الأفريقية وماذا الجاهزية يعني هل ده كان في حد عنده درجة من الحرص على صورة الكورة المصرية طب انا انا كان فاتتنا دي انا كنت عايزة اجيب ردود الافعال خارجية في الاعلام الخارجي يعني كان لازم نجابها هتلاقيها موجودة لو موجودة معنا انت على الراكز فيها موجودة طيب هنشوف في استوديوهات التحليل زي ما لوانت سعد لأشار هي ايه الفكرة ان الناس نتكلم الاول نشوف بقى الاساس عمرة قديب في MBC مصر رأيه ايه في قمة الطين ديت يوم سعيد ولطيف وجميل وحلو يوم ايه سعيد وجميل ولطيف وحلو وخلينا ابتدي في حكاية صغيرة وبعدين عندنا حكايات كبيرة مهمة حكاية صغيرة الاول الكلام عن القمة اللي بين الاهلي والزمالك عندي سؤالين ما يعني مش هتكلم كتير عندي سؤالين بس السؤال الاول هو مش العالم كله بيبقى فيه مطرة يعني الدنيا بتلعب كرة في المطرة احنا ليه الملعب بتاعنا عمل كده مصارين وطلعت برة يعني احنا بنشوف برة محدش يقول لي لا بكلمك عن جيلة الطبيعي مش الصناعي عشان بس نخلص من الاول احنا بنشوف برة مش مطر سيول وبنشوف برة تلج الملعب ما بيجرلاش كده هو الملعب بتاع النهاردة ده حصل فيه ده الناس كان بتلعب في مستنقع هو حصل فيه كده ليه ده من قبل ما يبتدوا المطش كان عامل كده يعني شيء غريب فعلا ويجب ان نفهم اه طبعا هي دولة ليست مطيرة وليست يعني اغلب الوقت فيها مطر انما ده منظر طب احنا بنشوف ملعب انجلترا بنشوف ملعب اسبانيا بنشوف ملعب المانيا بنشوف ملعب ايسلاندا ايه الحكاية ايه الحكاية ايه الموضوع ليه الملعب جار فيه كده ليه الملعب ما صارينه طلع ببرة طبعا سيبكم مستوى المباراة اللعيبة دي ناس كتير انا مش مهتم على فكرة بمستوى المباراة لانه عال في رئيتين خلاص انما اللعيبة كتير كنت ممكن تتعور ده نمرح نمرح اتنين اتحاد الكورة الارصاد بقالها اسبوع بتقول يوم السبت امطار غزيرة يوم السبت امطار غزيرة بنحذر المواطنين انه يا جماعة يوم السبت التاصة حيتغير تاني يوم الجمعة هيبقى حر ويوم السبت حيتنايل تاني طب ليه محدش في اتحاد الكورة قرر يأجل الماتش انا برضو ما بتكلمش على طب تخيلوا مثلا الماتش ده لو بجمهور لو بجمهور كان هيبقى عام زي الناس كانت حد تبهدل يعني النهاردة شيء غريب وعجيب وياجب ان احنا نتعلم منه درس انه في مطرة اجل الماتش ايه المشكلة يعني ما انت مأجل الدوري كله اجل الماتش اسبوع اربع لا على فاكرة بكرة خلاص يعني بكرة اقول لبعد الموضوع يخلص مصرص لا مش بلد المطرة فيها بتقعد كتير يعني فطبعا النهارده كانت حاجة غريبة جدا والناس بتلعب في اجواء غريبة انما قدروا له يعني حيرت الاستاذ عمر قديم وسؤاله الذي لن يجد عليه اجابة هي نفس حيرتنا ونفس دهشتنا ونفس استغربنا ونفس فلقتنا ما في له ايه متديقين انت عارف كل المعطيات بتقول لك المريض ده لو خد بينجا حيموت وانت رايح تشله ازاي ده ما تأجل ما تديله ادوية مسكنة ما هو مهدد انت عارف وانت بتعمل العملية ما انتش مفاجأ بشيء يعني مسألة ولذلك ردود الافعال اللي حنقرأها دلوقتي حنصر دلوقتي يا سيد ابراهيم هي 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 جت في صدر مين اي جت في صدر المسؤولين اللي شايفين ان الماتش يتعمل في اجواء مثالية اي ماشي بمنطق اوروبا اللي بقى فيها ايه مثالية اه ايوة ما تقال كده اي هي مثالية انها يعني ساقعة وفيها مطر للناس اللي بتعود عليه والملاعب اللي بتعود عليه والمجهزة انك بعد خمس دقايق ما تليش نقطة مية انا ما شفتش حتى والتلج بينزل ان واحد بيشوت ان جيلا بتطلع في رجله طبعا ما شفتش واحد هو بيوقع اللي استادز في بطن المنافس بتاعه ما شفتش الكلام ده ليه لان الدنيا مهيئة لهذا الامر اي لكن لما انت تبقى ورغم كده بتتلغي لما تبقى الكرة لو نطط تبقى مش طبعية بتتلغي يعني الكرة الشاطئية اللي بتتلعب في الرملة ارحم قوي من المنزق من المشهد ده طب انت الفرقتين اللي حلتك بص البرك الرجل شط الطينة ده كان ممكن يجرى ايه فرق بيته بص لا غلقطة اللي فاتت دي لعب الزمالك هو بيشوت اهي شوف 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 كان ممكن يحصل له ايه انك الرجل والكسر هي دي الظروف المثالية يا عضاء اتحاد الكرة دي الظروف المثالية اللي قمة اقيمت فيها صد الاسيد ما هو مثالية لو انت ملعبك بيصافي ميته مثالية لو المسالة مسالة ده مثالية لأي حد بيكره مصر انت قدمت صورة لأي حد بيكره مصر قدمت له صورة مثالية انه يتشفى في الكرة المصرية يا خبر ابياد يعني وبعدين انت انت باشارتك صحيح هو انت ليه حريص ان انك تطلع ملعب مجهد وتعبان ومحتاج اصلاحات رايح له ده لو ما فيش مطرة ما تلعبش فيه ما تسيه ويتصلح وكان تحت الاصلاح وممكن جدا في المرحلة اللي فاتت دي مع عشواط المطرة دي كان بوزل فيه موجود كبير المطر دي كانت حتدي له جرعة صحية اه طبعا بس الارضة تطلع مستويه وخلاه لانه كانت رمى فيه رملة وترمى فيه بازل فيه موجود كبير بازل فيه موجود ضيعته باللعب عليه ضيعته ده انت رجعته لانك انت بتموت كائن حي تاني انجيل كائن حي انت بتموته عشان يعيش من الجدور اللي حواليه عايز وقت تاني خالص ومناخ تاني خالص انت اشرت الجزئية الصورة بره بقى الصورة بره حضرات السادة المسؤولين عشان عرف مين الخسر الصورة بره ايه من ضحايا من ضحايا هذه المباراة ايه مين الصورة اللي انتو طلعتوها دي ليه كده مصر فيها احسن من كده بكتير جدا جدا في ملاعب كتيره سيبوا الاستاد استاد برج العرب يستكمل صيانته سيبوا النجيلة تانموا شوية هو لو تأجل المطشي ده مين اللي حيعترض متين قل ده القلو زمالك هو اللي تأجل لهم مين اللي حيعترض وبعدين انت عندك الفرقتين بس انا ماكملتش الجملة دي يا استاد براي واحد ماشي كويس في الكونفدرالية والتاني ماشي كويس في دور الابطال واملنا ان ده ياخد بطول وعندهم اللي زباق جاي مطشات اه امالنا اه واخد بالك وفي مطشات على طول والاقل يمسافر خلاص اي انت حريس قوي تجهدهم حريس قوي تخليهم يجروا في المية وفي الطين ويبزلوا هذا المجهود يعني الكرة دي لا في اي ظروف طبعية حيجر ايه حصل هيبقى الجن فاضي ساعت اه ممكن الجن ما يجليهاش بالمنظر ده لكن انا بديلك امثلة للي بيقولك ايه انت ما تيجي تنتقدوا الكرة دي هتقولي هو تردد واتباطئ هو لا تردد ولا تباطئ هو مش قادر مش قادر يسيطر على الكرة توحل فالحقيقة الحقيقة اللي عنده بس يعني حتى عشان ايه يخلينا طيب انت جزئية صورة ده بره ايه شيء طيب اقولك اللعيبة وروحهم الرياضية واللي ما منسقوش وره دي من المكاسب الموقع الرسمي لراديو فرنسا الدولي نشر تقرير عبر موقعه تحدث عن مباراة القمة كان في عنوان خلف الابواب المغلقة ديربي سلبي بين الاهل والزمالك وقال راديو فرنسا في تقريره بعد طول انتظار لصدام بين اكبر فريقين في مصر انتهت المواجهة سلبية بعدما تقرر لعب اللقاء في الاسكندرية لاسباب امنية مع الاكتفاء بنقلها عبر الكاميرات ومنع الحضور الجماهيري برضو خدها من زاوية معينة انها مدون حضور الجماهيري موقع بي سكر الفرنسي عن لقاء القمة لافتا الانتباه نحو سوء ارضية الملعب قبل اسابيع قليلا من استضافة كأس الامم الافريقية في مصر وقال الموقع في تقريره بصباء الكلام اللي يوجع لقد كان اختبارا لمصر للتأكيد على جاهزيتها لاستضافة كأس الامم الافريقية ولكن اللقاء لعب بدون جماهير وبعيدا عن العاصمة وعلى ارضية سيئة واكمل المباراة اقيمت في الصحراء على ملعب برج العرب بحضور عدد قليل من الصحفيين بالاضافة الى بعض مسؤولي الفريقين واختتم بسكر الفرنسي التقرير بتاعه قبل كأس الامم يبدو ان الطريق ما زال طويلا امام مصر لكي تعلن عن استعدادها للتنظيم الدرب المصري كان صادما ولكن ما زال امامهم سلاسة شهور قبل البطولة الافريقية اللي يدهشك اللي يدهشك استاذ ابراهيم ان لما فوزنا باستضافة كأس الامم الافريقية كل التعليق المسؤولي اللي طلع من مسؤول الاتحاد والكورة ان دي مرحلة واختبار يمهد باذن الله في حالة نجحنا المبهر المتوقع ان احنا ننظم كاس العالم طب انت بتعند مع نفسك يبقى في اسباب اصلك اذا كان كل الاسباب المنطقية كانت تقود ياما تغيير الملعب يتأجيل المباراة والاتنين ما تموش يبقى في اسباب اخرى بتدفعك انك انت تحط الفرقتين في الظروف دي عشان تطلع المباراة بالمنظر ده وكانك يعني عايزة تطلع كده بص 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 الكورة طبعا مش هقولكو لانه في اطراف اخرى معادية لمصر كان يهمها تصطاد في المية العكرة اللي في الاستاد منها موقع سبور اكس الرياضية قناة سبور اكس الرياضية التركية شي طبيعي جدا ان تركيا تصطاد اي حاجة سلبية وتشاهر بيها وتقول مصر مش جاهزة وا 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 ده احنا اللي هم استغلوا هذه الصورة السلبية في الترويج لوجهة نظرهم هم لكن اصلا احنا اللي صنعنا الصورة احنا اللي دينا فرصة لكل اعداء مصر يبصولها من هذه الزاوية ويروجوا هذا الترويج كان عندنا ملعب كتيرة جدا بديلة انتو متخيلين ان احنا لو نقلنا المباراة بصوا الاطراف المستفيدة المباراة فنيان هتطلع كويسة في ملعب كويس الفريتين هيكون عندهم فرصة ان هم يقدموا كرة حلوة عن الكرة المصرية او عن الاهل والزمالك كمان كدير بكبير هتحافظ على سلامة اللعيبة وهتدي فرصة لادارة استاذ برج العرب بعد المجهود الكبير اللي بازلينه انه يجهزوا الملعب بشكل كويس ايه الاختيار السلبي او الصورة السلبية السيئة جدا اللي كانت تحاضي الكرة حريص عليها ومش عايز الناس تحمل واحد زي الحج عامر حسين المسئولية القرار كان على مئدة الاتحاد هما لما بتيجي تحصل مشكلة زي كده يقول لك هو عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المسألة كانت اكبر من لجنة المسابقات كان قرار الاتحاد نفسه ليه ما اتخدش نشوف رأي الحج عامر حسين يتحدث في قناة صادة البلد عن ان الوضع ده مش في ايده لكن الملعب كانت ظروفه ايه نسمع عامر حسين لا هذا مره ده مش فيه تحد اكيد الملعب كان بقى ده عشر تيام كان حالة صيفة انما العمطار من الساعة اتنين بالليل مع عشر ساعات بالشكل اللي حدثك شفت ده في المباراة بنفس القوة ديت اريد ان يشوف اسكندرية دلاتة اسكندرية كلها غرقانة امور صعبة جدا ايه فقط تأخير المصارين طبعا على الملعب ام وانا بشكرهم طبعا ولازم اشكرهم على ان عشر تيام رجعوا الخضرة تاني للملعب ام الملعب كان حالته سيئ جدا كانش فيه حتة خضرة خاصة ايه وحتى حتات اللي قدام اللي جوان اه تضبطت كلها ام انما طبعا اه كم الأمطار والناس كلها شككت المباراة ام تتلعب انما الحمد لله المباراة تلعبت ام انما مع باية المباراة بقى الأمطار اللي حصلت بيط مش بيط حد طبعا هو طبعا للأمطار ام واللي حكى معاين الملعب مرتين ولا ان هو صالح تبيت لله حتة طبعا الطرف العشي من هالدوات اه انه زي ما انه قدام الدكتين الفرق اول ما تصوح تصمرا او تستخن بتختار عرب حتة يمكن هاني دي الحتة الوحيدة اللي احنا ده مش نامل حاجة فيها العشب فيها من فر اه تمام ده توضيح مهم انما فيه جبايات طبعا للمباراة اما طبعا الروح اللي كانت موجودة الحقيقة اولا انا شبتها في الفندو السبايتين كنا عانين في فندو واحد ام وترحب المسكولين لنبي الزمالك اه اه وعلى رحصهم الاستاذ امير ام رحب اعضاء مدرس الدارة النبي لأي لحقيقة الحقيقة قويس جدا وكانت واح طيبة جدا تمام والروح اللي شفناها في الملعب من اللاعبة اه اثناء المباراة وبعض المباراة شوفوا الحاج عمر بيشكر القائمين على الملعب انه في خلال عشر ايام خلوا الخضار يبان في الملعب انا ممكن في خلال عشر ساعات اخليلك الخضار يبان في اي حتة في مصر على الاسفل انه جيل الجاهز طبيعي بيركب في دقيقة رولات كده او قطع لكن مش معنى كده مرصوص لسه ما تجزرش جدوره ما عشقيتش في الارض ولا اسبوك ولا عشرة ايام في البرد دا ينفعوا بحاجة خالص يعني انه ممكن تلمه ما تلاقيش تحتيه حاجة اه فمسألة انه انه بان انه لونه اخضر اه حيبان شكله حلو لكن ما بقاش ملعب صالح للعب بدليل مع اول رجلة بتدس بتطع بيها اه وكان في الهفتايم العمال نزلوا يرصوه يرصوها تاني فالمسألة لكن ده مش ملعب يعني يعني ما هوش احنا مش بنهاجم الملعب ده احنا بندفع عنه اه ما يحدث ما يحدث هذا الملعب ظلم لهذا الملعب كان مثالي وكان نموذجي وكان حاجة تفرح انهكناه ومستمرين في القضاء عليه العب هو وحش العب هو مش جاهز العب هو فيها مطر العب طب ليه وتصمم ان الله اللي يروح يلعب فيه بك طب ليه طب الملعب ده ما خد صمعة كده في الاتحاد الاخريخ اللي كان الدنيا بتروح تتوجه اليه مباشرة صحيح الله ماينفعش يا جماعة امورنا خده بالخفة دي المال يعني ايه مسؤولية مسؤولية انك بتبقى راجل باصس لقدام قاري المشهد قاري التداعيات ايه قاري المشاكل وحطت الخطة البديلة طيب اخترنا الملعب احتمالاته ايه عملت المطر فين الخطة البديلة مش موجودة ايه لان لو موجودة كتتتنفزت ايه لو موجودة ما تنفزتش بقى فيه ارادة ان المباراة تخرج بالمنظر ده مم مفيش احتمالات تاني انا مش بحكم انا بحط الصورة بحط كل حاجة كل الاحتمالات وكل واحد اختار منها اللي يناسب دماغه اول اللي يناسب دماغ الشيخ طهو كابتن ايمان يونس في اونسبورت نشوف رأيهم ايه ما فيش شك طبعا ان الملعب اثر كتير جدا على اداء اللعيبة اه لعبتنا مش واغد على انها تلعب في الارض بشكل ايه ده الارض اولا مش مستوية مع المطر بقت صعبة بتستهلك جهد كبير جدا من اللعيبة اللعيبة مش واغد على هزا اله بس انا كابتا انا عايز ازاي حضرك قبل ما اخش في الفنيات عايز الناس تستاوبوا تفهم ان في اي دورة في العالم لو في معاد مباراة وحتى في مطر مطر متش بتلعب يعني فيش حاجة اسمها اجل المطر عشان استمتع المراه لا انا لا اخشب ده عرف العالم يعني لا انا لا اخشب بها لا بس فيه نسبة ليه بس في ملعب افنم؟ اه بس النسبة لا يعني ليها نسبة ان انت تضمن ان اللعيب يعرف يقدي في الملعب اه بس دي مش تاقيقين او يلعب كرة يلعب كرة في الملعب لا او خلينا نتكلم ان النسبة قد تكون مقبولة لكن امكانيات اللعيبة مش متعودة على الاداية لا 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 انا بقول ان الناس هكابتل متعقع والناس تتكلم دلوقتي ان كان المطر يتأجل لا الناس زحيانة على انها كاتم السنية مطش حل يعني الناس كلها السنية مطش حل دي بقى ظروف خارجية طبيعة الحياة كده يعني يصادف الملعب بالشكل ده ويصادف الملعب كويس ملعب واحد لكن الدول لازم يمشي المبارات لازم تستكمل ما فيش اي مشاكل لكن انا بتكلم على ان احنا ممش متعودين اولا ممتواحد على صح لا في الامطار الزيدي والملعب اصلا ارضيته من الاول سيئة هي تعمل لها شوية ترميم ظاهري زي ما شفنا قال يعني بوجرد بالناس مشل فيها خلاص بيتعامل زي الغيط وشوفنا طبعا كو تلطين اللي طالعوا بتاع صح ممش ممكن تتلعب في العالم كله برضو بقى كده وتتلعب لكن مؤكد المرضود بتاع اللعيبة مش هبقى جيد هتستنفذ جهد كبير من العديده جهد عضل كبير جدا في كل كرة بتجري فيها وانت بتقاوم الارض ديت وتقاوم المطر وزكرة الاتزاح لا والتاكلنج بتاع الخصم كل دي مجهودات كبيرة مضاعفة دي قلل كتير جدا من قدرة الفريق الفرقتين على السيطرة على الكرة بشكل كويس خاصة في التلت الاخراني اللي عايز سجل فيه يعني اه ممكن لو بدافع اه بخبر بشير قدرتك برضو نقطة ان الاجواء دي موجودة في العالم كله اه موجودة في العالم كله بس الملاعب في العالم كله مؤهلة للاجواء دي الملعب مش مؤهل للاجواء دي يعني احنا العبنا مرة في انجليسيا الملعب بيعمله زي تحت بتحط ارضية ويتعامل فيها مثلا اسمنتية وفيه قنوات فيها بتصريف بتصريف وبعدين بتحط كتل الطين ده اللي موجودة الامطار طولي الليل شغالة صبحا زي من الملعب مفيش ولا نقطة مية لان المية كلها بتصرف المسارات اللي موجودة تحت دي قنوات بتصرف بتعمل تصريف لكن هنا الكرة المية في الطين على طول فدي حدد كتير جدا شوف اتحاد الكرة المسئولية واضحة ما بيحبش ان الناس عايزة تدافع الاجلبة ان هو الاتحاد متهم الاتحاد مسئول والادعابة انه ماهو بره في اوروبا بتبقى فيه ظروف مناخية اصعب من كده ومطرة اشد من كده والدور بيكمل والمطارات بتتلعب صحيح بس زي ما كابتن اي من يونس قاله ما الملعب مش بهذا الشكل رقم اتنين العمطار ما كانتش في كل مصر لو انت عايز تتكلم احنا زي اوروبا فيه تخطيط علمي مسئول فيه تخطيط علمي مسئول الارصاد الجوية وموعيد النوات في هذه المنطقة سابتة تاريخيا وما بتتغيرش وانت بتخط جدول مفترض مدومنا عايزين نتكلم في اوروبا ودول متقدمة دي ناس بتشتغل بالعلم والدماغ مش بالفهلوة ومش بالدفاع عن الباطل لانه وانت بتخط جدول 30 مارس في المنطقة ديت هنا فيه نوة انا هعمل ايه حصلت امطار ببار جدول النوات ليكن ماشي عملت ايه مصر مش كلها كانت غير انا المطرة ما كانتش في عموم مصر ده انت رحت للمطرة في بيتها اخترت المنطقة البقرة ورحت لها ورحت للملعب اللي لسه عيان بيتعالج اللي محتاج وقت كافي علشان يتعافى اللي مجهد جدا بسبب ان احنا دوسنا فيه جامد جدا شال الكرة المصرية لفترات طويلة لكن حقه انه ياخد وقت كافي من اللي انه هو يتصلح والصيانة بتاعته مش عشر تيام كفاية عليه وارجع احفره تاني في غيط البطاطس اللي حصل ده ويتقلك اسوء اوروبا لا كان عندك بدايل كتيرة جدا والجدول ينتظم تنقف خطوتين تروح الماكس لو مش عايز تروح الماكس على القاهرة روح الصعيد روح السويس في مباراة اصلا بدون بمور اجل اجل للفتراتين لا حتى لو عايز يا سيد ابرهيم عشان خاطرين حتى لو عايز ينتظم ينتظم لا دلوقتي دي معناه عارف معناه ايه اه معناه ايه انا البطولة الافريقية مش في دماغي الاتحاد ده بالنسبة للفتراتين لان انا ما اخدش فتراتين اخلص عليهم بالمنظر ده قبل ما يلعبوا لقاعتهم الافريقي اللي اتنين بالصدفة لهم مصلحة فنية وبدنية في تأجيل المباراة طيب انا مصر علشان اكمل الدوري لاسباب كتيرة جدا ضمنها حقوق الرعاة ماشي اروح انا الظرف اللي ينسبني ما اقولش ايه ان برا بيلعبوا في المطر هو الدب تلعب في المطر مضطر برا كل المناخ مطر على الرعيك من اين ما حيروح يلاقي مطر ايه طيب بس هما بقى اولا متاقلمين طب ما هو برا انت بتقول مطر الناس بتنزل شغلها عادي وتبقى درجة الحرارة تحت اربعين تحت الصرف والتلاتين تحت الصرف والحياة مهيئة هو مخلوق يعيش في الظرف ده لكن انت مخلوق تعيش في الظرف تاني مش ده واخد بالك فهو بالنسبة له انه هو زي ما يجي يروح يلعب فمثلا في الطوز ولا في الحر الشديد جدا اللي هو بيبقى مغبر ومشبر ده بالرملة وبالبتاع ده بالنسبة لاوروبا ما يقدرش يتحمل الموقف ده هنقول له ما هو كل العرب بيلعبه في في درجة الحرارة دي ايوه هو ابن هذه البيئة ابن هذه البيئة وفي نفس الوقت عشان هو ابن هذه البيئة بيعالج كل السلبيات المتوقعة والمحتملة بيجي على الملعب بيعمله صفاء ده بيعمل سخنات يعني انا 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 اما روحت ايفرتون لا انت شفتوا احنا في اليابان بيعمل سخنات في النجيلة علشان التلج لما ينزل بيسخنوا الارض يعني يوم التلج يسيح وتشفت على طول في المصارف ما تجيش تقول لي بقى ايوه برا وبعدين برا الكلام ده لو انت مضطر لو ما فيش غير الملعب ده لو المناخ ده في سائد في ارجاء الجمهورية بتلعب ماتش بدون جمهور ما انتش يا اخي لعبوا على ملعب السعيدية هقولك ايه بس انت تقدر تلعبوا على ملعب مدرسة اي ملعب ناشف هيكون احسن مدرسة السعادية عندها ملعب في جامعة القاهرة اي حتة روح لعبوا لعبوا في ملعب كويس في المناخ معقول بدم تملك دي هواته بدم تملك تريح الناس بتتعبهم ليهه الغرض فانك تتعب الفريتين او انهم تخلص من حساسية الماتش اهم الاتنين يخشوا يعجلوا شوية في الطام دي بتفرجني بتفكرني بالمصارع في الوحل اللي بتشوفها بنزلوا الناس في الوحل ويدهنوا جس ممطين والجدع اللي يمسك التاني بقى فيعودوا وتقض دلوقته كله في زحلاء ومفيش مصارع قدامك وانت عارف ان ده اللي هيحصل نشوف رأيك كابتن علاء نبيل ملعب غير طعم المباراة نهائيا وفيها هجمات كتير اولا ما تيجي في اللي بيرو فيها هجمات حقيقة اللعب المصري ما عندوش ثقافة اللعبة في المطر ودي طبيعة البلد دي طبيعة بلدنا اللي احنا ما عندناش مطر كتير نقدم دينا اشتغلت وعارف يعني مطر وعارف يعني تعمل في المطر اشتغلت في الاردن عارف كان فيه سيور ليها ثقافة يعني النهاردة مثلا في بعض المواقف الفنية كان ممكن عامل الارد والمطر يبقى في صالح الفرقة لكن هم ما عندوش ثقافة يعني ما شفتش مثلا واحد مثلا من نص ملعب جاي وواحد بيدحرج الكورة عشان يحط رجله الكورة على الارض هم مهي هم هي دي يعني بصراحة يعني اه اللي كان يعني هتكلم على الحس ثقافة الصقافة اللاعبة الاول في اللعبة المطر واتكلم على الملعب امه مشوفتش واحد مثلا صغال واحد جاي من نص الملعب عشان يحط واش رجله على الارض يشوته الكورة لان المية بتزحلق الكورة بتصراحها بتلاقي غير طبيعية بتخير اتجاهها عشان ما عندوش ثقافة هو عامل حسابه عالله بيلعب في أرض خصبة عشان كده كل الكور تشاط عالي. ما عندهمش ثقافة اللابة في المطر. بزارة. فاللعيبة حقيقة معزورة. مم. في مواقف كتير جدا في بساطة اتعاملت برضو احساس الباص في المطر غير الاحساس في المنع. تمام. تمام. فالارض النهاردة بصراحة آآ عليها علامة السفاة. نمرأ واحدة كابتن مدحن. انا ليه النهاردة? ما استغلش هيئة الارصاد. واعرف الجو. احنا الحمد لله بقالنا فترة. بقالنا فترة. بقالنا فترة. حقيقة احنا كان الاول اقول لك ايه بكرة مطر تلاقي الجو في منتهى الجمال. اه. اخي بقالنا فترة كده. ايو صحيح. بقالنا فترة حقيقة طويلة. فعلا الارصاد شغالة شغل قوي جدا. بابقى عارفين ان الفترة اللي جاية فيها مطر فيها رياح فيها فيها فيها. طب النهاردة ما استغلش هذا. اسأل الفترة دي. احنا من ثلاثة يام واربعة يام عارفين اللي فيه النهاردة فيه رياح وامطار. لو عارفنا كنا نعمل ايه. يا كابتن فيه فيه ملاعب بديلة. وبعدين النهاردة انا ليه ماسك ماسك بكلبش في الملعب ده. انا ليه مكلبش في الملعب ده. مم. ما فيه ملاعب تانية ما السويس. على فكرة حرس الحدود تحفة. وعنده مواجه. برافو عليك. الارض شفت تحفة. برافو عليك يا كابتن. مم. ليه? ومعاليوش ما علوش مطشاطة ديها. والسويس. والسويس. فيه تلات ملاعب. جنب ملعب اللي هاتلها ما نبقى ام افرقية. في ملعبين. واقرب مسكندرية. في ملعب المصري. والماكس. وقبالكم معلوش اي استلاق خالي. ليه? طب ما انا احاول الانتجاه. وقبالك يا كابتن المتحدة. لان المطرة في الملعب ده. الملعب اصلا تعبان. مم. والمطرة زودته. معلومك في التلات وارا. انا ما سألت واحد مسئول قال لي طب هلناس هتتنقل ازاي انات زاي. طب ما انت عارف من يومين تلاتة. ايوة دي. ايوة دي. ايوة دي بقولك حدا كابتن المتحدة. لازم نستغل هيطة الاصلات في. بش عيب. بش عيب اللي احنا بقى عارف. ماشينا علمي. صحيح. تلات ايامة بقى عندي الخطة البديلة. الموضوع كل حتى ابتدين نستخدم كلمة الحاجة العلمية في الحاجات البديهية. اللي عيب نقول علم. دي فاش حاجة محتاجين العلم فيها في حاجة خالص. دي محتاجين ان احنا نكون صدقين مع نفسينا. احنا عايزين ايام المباراة. انا عايزة اكلم المسئولين في اتحاد الكورة. كنت عايزين ايام. كنت عايزين ايام المباراة دي. خلينا نخش وش كده. نكلم بعض عادل بقى. كنت عايزين ايام المباراة دي. عايزين تعتبروها. اتعدوا خلاص. اعتبروا الاتنين متعدلين وما يلعبوش. يعني. لو دي ريا. ما تحطهمش في موقف يعرضهم لول خطورة. وتحط صمعتك. وتحط تقييمك امام الرأي العام. اللي بيتلكيك لك جزء منه. ها? انه يستعدك في حاجات زي كده. يعني. حاسب بنكرر نفسين. وبعدين. يعني ادي الناس اللي اتفقت معانا في الرؤى. المسائل واضحة. ما فيهاش مسائل متشخصانة. بالعكس. احنا مش اخدين موقف من حد. بس مستغربين. انا زعلان ان اليوم ده ضع كده. يعني يعني داي اللي عمر فرح وفي الترعة. يعني اه 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 الحكمة. يعني والمدعوين وكل وقفين في الترعة وآه اه 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 انزل لهم الشاي والقهوة والساندوش. في الترعة. نشوف كابتن فاروق عفر في النيل الرياضة. اه اتنين مدربين من بداية احنا قلنا خاشين من بفرات. اه اه. اداء حايفين ونحن قلنا لو هم يعني مفروض ان فيه عقود ده يعني حيكمل ومش هييمشوا بعض المباراة انا شايف اثر الاداء بتاعهم ادارة المباراة كانت عشوائية بشكل كبير جدا يعني محدش يزعل مني تغييرات ما كانتش موفقة بشكل كبير تغييرات اثرت على الاداء الفني اللعيبة الاداء ما فيش تنظيم في الملعب سواء النحل وجمية انت بتلعب مباراة لمدة 100 دقيقة ما فياش مواجمين للا اهل يملك مواجمين ولا زمان يملك مواجمين يعني خلينا نكلم بصراحة لا اه جاي في حالته ولا رمضان في حالته الناحية التانية تهربة مش في حالته ولا اوباما ولا اوباما في حالته فانت بتلعب المباراة ولا يمكن زيزو مش في حالته النهاردة المباراة الادارة الفنية اليها ما كانتش منازم المباراة ويمكن كنا بنقول الكلام ده عبد المباراة نتمنى من الادارة الفنية الاجنبية انها تدير المباراة بشكل احترافي عشان احنا حتى نستفيد والناس تتمتع ويمكنهم مكسب الخسارة هو دي كورة لكن أنا شايف أن طوال المباراة انت ما حسيت أن في فرقة ممكن تكسب المباراة طوال المباراة ما حسيت أن في فرقة مركزة وها مسيطرة على المباراة طوال المباراة انت حسيت أن الأداء الفني للفرقتين فيه عشوائية وكل لعيم بيلعب على مزاجه التغييرات حتى اللعيبة غير مكتنعة بيها أنت شفت لعيبة واي خارجة غضبانة مش موافomena على التغييرات بالظبط الفرقتين فأنا بقول الأداء الفني learning للمداربين الأجانب أسهر على الأداء الفني ان يكون الاداء بتاع الاهل والزمالي افضل من كده ان دولت كمه تكون افضل من كده ان دولت كمه تكون افضل من كده لا وكنا لازم نرتقل ده كتبه روه يعني احنا بنسعى للعالمية ونسعى كاس امم افريقية ان شاء الله ووصلنا كاس عالم لازم بقى الملايين الجنيهات اللي في العقود اللي يمكن بتاخدها لعابتنا دلوقتي لازم كانت ترتقي وتلعب وسط اي اجواز النهاردة الاداء ده ما يعبرش عن كم كم الفلوس اللي موجودة في الملعب يعني النهاردة الاداء بطيء جدا والسبب المباشر انا من وجهة نظري اللعيبة دايما طوع للمدرب فانا شايف ان الاثنين المدربين قدروا المباراة بشيء من عدم ثقافة القرى المصرية اللي اتنين بلعبوا ما يعرفوش قيمة الاهل والزمالك اللي اتنين المدربين ان دولت اقوى فرقتين موجودين في القرار الافريقية اقوى فرقتين موجودين في الدور المصري اكبر خبرات اكبر اكبر تاريخ في القرار الافريقية أو اللعبة الآلي والزمالك أو النادي الآلي والزمالك احنا شايفين طوال المباراة مفيش هجمة طول عليها أن فيه جملة بتتعامل مفيش هجمة فيها تحضير من نص الملعب أو المدافعين مفيش هجمة الأطراب بتشتغل أنا النهاردة بشوف المباراة فقيرة بشكل كبير جدا من المرات القليلة جدا اللي بختلف مع كابتل فاروق جعفر لأنه مناقشة الأمر وكأن الظروف طبيعية فما فيش حد في حالته مفيش حد يقدر ليكون في حالته هو في ملعب في حالته وجوه في حالته عشان اللعيبه في حالته يعني أنت تجريني على صابون وتقول أنت ملك ماشي على طراطيف صابعك وبعدين لما تزحلق تقول أنت كل خطوة هتزحلقلي احنا شفنا لقطتين اللعيبة لوحدها في الملعب محدش معاها وتزحلق يعني رمضان صبح بفوص الملعب بيزقوا كرة كده وراح واقع على الأرض لوحده مفيش حد جنبه على بعد عشرة متر في كل اتجاه وتكرر التاني في لقطة أخرى مع اللعب آخر يعني واضح محدش يقدر يكون في حالته ما حسناش بالمهاجمين طب المهاجمين دول مش عايزين إمداد مش عايزين أفرات مش عايزين لعب جماعي مش عايزين نقلات مش عايزين تحضير كل ده كل ده حيتم على إيه على ملعب على سطح سطح يقدر تتحرك علي الكرة لكن أنا أكتر واحد بقى بجد يعني عايز أقوله ليه كده خالد يا كابتن خالد يا كابتن خالد أنت بتتكلم يعني أنت كما أنك أنت ملكش دعب الموضوع خالص اللعيبة والملايين اللي اتدفعت طب أنت وأنت عيدوا بمجلس إدارة شفت الملايين اللي مدفوع في اللعيبة دي تحفزت عليها أنت حفزت على مين يا عيدوا بمجلس الإدارة يا كابتن خالد أنت بتقول الملايين اللي في الملعب أنت تفرق دا شيء تاني أنت تعودك أنك أنت تسمع هو أنت تفاكر يعني أنك يعني اللي بيرصد ظروف المباراة بسلبية ما حيدور على الأحداث السلبية اللي جواها أنت تديت فرص لناس صحيح تهاجمت تغمقتها قوي نشوف رأيك كابتن عماد متعب لا في البداية طبعا بحيل الفرقين عن الروح راضية اللي بينهم والأخلاق اللي شفناها في الملعب لازم نتكلم عليها ونشيد بيها لأن اللعيبة قدموا نموذج في الأخلاق والروح في الملعب بالمباراة مهمة والمباراة مباراة قمة وحاجة يعني الفرقتين المكسب بالنسبة لهم حاجة تقربهم من البطولة لكن في نفس الوقت كانوا محافظين على أخلاقهم وعلى روحهم في الملعب دي من ناحية نبعد عن الفنية دي ناحية الأخلاقية عشان بس نعذر نعذر الناس نعذر لعيبة أرضية الملعب دي مالاش علاقة بدي ظروف خارج عن الناس في مطر نزل ده بيحصل في كل الملعب وكل الدوريات بنشوفها الأرضية بتتأثر من الأمطار لأن الأمطار كانت غزيرة يعني والعيبة مش متعودة على ده فده أثر على أداء لعيبة في الملعب يمكن فنية الناد الأهلي في الشوت الأول استحوز بس الاستحواز سلبي أو الاستحواز بطيء الرتم تقع بطيء ما كانش فيه سرعات ما كانش فيه حلول ممكن فرصة وحيدة بس لناصر مهر هي دي الفرصة الأقرب الشوت الثاني الوضع اختلف الرتم كان أسرع في أول عشر ده ربع ساعة فرص كانت أكتر لنادزة مالك نادزة مالك سيطر عن نصر الملعب أفضل من ناد الأهلي في الشوت الثاني يعني يعتبر فيه تساوي الشوت الأول ناد الأهلي الشوت الثاني النادزة مالك حتى في الفرص كمان الفرص الحقيقية فرصة لناد الأهلي فرصة لنادزة مالك المباراة مشت ترد كل أطراف راضي الطرفين راضي الجمهور هدت الدنيا بشكل كبير جدا خلت المنافسة لسه موجودة في الملعب والمباراة اللي جاية هنشوف مباراة صعبة جدا ومباراة قوية جدا في الدولة ومنازمة هنشوف مباراة قوية جدا أنا انا اتفرجت على حرص الحدود طلع الجيش مباراة قوية جدا 3-0 طلع الجيش كسب 3-0 مباراة قوية جدا وبرامز كسب بتروجيت 2-0 يعني فيه كرح في الوقت ده كنت بستعد عشان أجل يعني كان نفسي أشوف طبعا ما شفتهش فأنا عايز أقول لا دوري كويس فما بالك بالقال وزمالك الكريمة بتاعته كان ممكن يعملوا معانا إيه إنما نقلهم اللحظة روح طفل نور وقول لناس لا اتفرجوا نشوف الأستاذ أحمد موسى والنقد الرياضة الأستاذ عصام سالم في صدر البلد متخوف الرجل مش لعب أساسي فجأة أخذ المسؤولة كان لها في مباركة ده اللي شال جون الأهل من على الخط ده اللي كان على الخط وشال الكورة لكان داخل جون لا والكورة جين مش كان واع فالكورة كان الداخل هو شالها والشناوي اللي كان الكورة كانت هتعدو ومسكها بتاعتك هربا يعني تعرف برضو كان فيها هربا ده انت ده بتكلمنا على مطش تاني لا والله أنا ورساب شايفينه والله غير المطش اللي انت شفتوا الشروط الأولى اللي مسكتوا كمكورة غير اللي انت شفتوا يعني مسكتوا كمكورة الشروط الأولى لا لا بجده والله لأاخد دقيقة الزبالك اللي كان بيسأل اللي بيهد صح لأاخد دقيقة ناشي فرجان الساسي هسد ما كانش فيه إبراهيم عاج سور حاجة لا يعني نفس المشكلة أن الناس بتتكلم في فنيات في الوحل اللي كانت المباراة فيه لا ما هو حتى الأستاذ أحمد موسى اللي بتتفرج على حاجة يعني حاجة ما شفناش مطش تاني يعني صحيح إنما هو الحرص إنك شوفه أستاذ طبعا أستاذ مسالم راجل يعني نقد مخاضر مؤديم وزم الكاوي جميل فهو بيناقل حاجات اللي يعتقد يعني هو حتى رفت نظره الكرة اللي الناس كتير ما شفتهاش اللي قاله الكرة بتاعت الشناوي إن بيعتبرها فرص يعني قاله ده أفا أستاذ أحمد موسى قاله ده الكرة ماشي الوحدة في المية ماشي الوحدة في المية حقيقي ده تعبير جميل قوي الكرة ماشي الوحدة في المية عايسي حسيبها المين يعني فالتقييم الموضوعي لا أسيبك منه